بسم الله الرحمن الرحيم هناخد النهاردة طريقة حل مسائل الجيومتري اللي هي مسائل البروف مسائل الإثبات في ناس كتير عندها مشكلة مع الجيومتري مش عارفة ليه دايماً بيلغبطوا في مسائل البروف وما بيجيبوش الناتج صح ولو جابوه ما بيكتبوش بروف كامل بيكتب لي بس major of angle equals وخلاص دي طبعاً بتنقصهم درجات كتير فاحنا هناخد النهاردة How can you solve geometry problems إزاي تقدر تحيل المسألة وتجيب الدرجة النهائية إيه اللي بطلوب منك في البروف إيه اللي انت لو كتكته تاخد عليه درجات طب المسائل بتاعت البروف بتيجي حاجة من ثلاثة يا إما يقول لي find يا إما يقول لي find with proof يا إما يقول لي proof that أي حاجة من الثلاثة دول لازم نكتب proof حتى رأيه لي find find يبقى المفروض ان انت تجيب المجر وبس ماشي؟ بس برضو لازم تكتب proof ليه؟ لانك لو جبت المجر مسلا بتاع الانجل غلط أو لانس غلط إيه اللي هيحصل؟ هتاخد zero وأنت جايب لي حاجة واحدة وجايبها غلط إنما لو كتبت لي proof حتى لو انت لغبطت مثلا في حاجة في البروف فهتديلك درجة على الاثبات اللي انت أثبتته أوكي؟ غلطت بس في آخر خطوة فأنا قسك عليها دوب درجة وبأنت أخدت مثلا تلاتة من اربعة ولا حاجة حتى تلاتة اربعة درجة وكمان لازم تكتب لي given وrequired في ناس لحد دلوقتي ما بتعرفش تكتب ال given وrequired ما بتقدرش تفرقهما من بعد فين هو ال given وفين هو ال required هنتعلم برضو إزاي نكتب given وإزاي نكتب required to be proof وإزاي نكتب البروف الصحيح مش هناخد مسائل كاملة هنا مش هناخد دروس كاملة هناخد بس أفكار من كل درس مثلا ثيرم زي الثيرم اللي قدامي دي بيقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي تريانجل لثري آنجلز التلاتة لما تجمعهم لازم يتلعوا بون هوندرد ايتي يبقى مجموعة بون هوندرد ايتي السفاد منها بايه؟ لو جاب لي تو آنجلز معروفين في التريانجل قدر اجيب التلتة هقول وون هوندرد ايتي مينس مجموعة الاتنين التانين أوكي؟ طب آدي التيرم خدناها نحل عليها المسائل ازاي؟ ازاي هنكتب ال given بتاعها وrequired والبروف بتاعها اوكي؟ ناخد مسألة اي دي اهو مديني تريانجل اي بي سي مديني التو آنجلز ال a بثيرتي وال b بي ناينتي هاتل سي find with proof measure of angle c هنعمل ايه؟ اولا نجيب ال given ازاي؟ ال given هننقل رأس المسألة لحد اول ما نقابل كلمة find او find with proof او proof اللي انا قلتلكو عليه اوكي؟ يبقى هنقل هو ايه اللي انزا ابزت فيجر measure of angle a بثيرتي measure of angle b بناينتي find with مش هكمل يبقى هنقل بس ايه؟ measure of a بثيرتي و measure of b هو ده ال given يبقى اكتب given نقطتين وهنقل اللي باللون الاحمر ده اوكي؟ ما عليش انا ماشي واحدة واحدة لان في ناس لحد دلوقتي بتلغبط في ال given يبقى دي المعطيات ده اللي هو مديه لي في المسألة طب ايه بقى required اللي هو الطلب السؤال هو طالب مني ايه؟ هو بيقول لي find with proof من اول كلمة find with proof هو ده الطلب اللي هو طلبه مني اوجد مع الاثبات measure of angle c يبقى هكتب له ايه؟ r t p يعني required to be proof المطلوب اثباته هو وهنقله find with proof measure of angle c هنقل اللي هو مديه لي يبقى انا اسمت رأس المسألة لجزءين جزء given وجزء required بس كده نقلته على جزءين مرحلتين مفهوم؟ نشوف بقى الاثبات هيكتب ازاي؟ احنا خلاص فهمنا ان مجرد سي هيتجاب ازاي مجموعة الاثنين التانين خلاص؟ طبعا انا مش هقوم كتبة الجملة دي كده على طوله خلاص؟ لأ ابيله ان انا فهمه ان اللي انا جبته ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان ده تريانجل وان مجموع فاي تريانجل بون هوندرد ايتي دي ثيرام انت مديهال يبقى اقول له ايه؟ في البروف يبقى اكتب كلمة بروف نقطتين بما ان بما ان دي يعني اللي هي وتحتهم بوينت كده الشكل العلامة لقدامي دي واسمع له ثيرام the sum of measures of interior angles of any triangle بون هوندرد ايتي then measure of angle C يبقى measure angle C هيبقى equals كام؟ 180 minus 30 plus 90 يطلع ب60 دي جري يبقى انا فهمته اني فهمه الثيرام اللي هي بتقول مجموعة 3 angles في ايه تريانجل بون هوندرد ايتي عشان كده انا قدرت اجيبه C بون هوندرد ايتي مينس A 30 plus 90 يبقى هما دايما سطرين في كل ثيرام او كل ديفينيشن هو بديهولي او كل درس هو بديهولي هما سطرين اللي احنا بنستخدمهم في البروف ابين له ان انا فهمة الايه الدرس ده طب درس ال V O A بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان فيه two lines اللي هما ال line A B وال line C D تتقابلوا مع بعض في ال M ايه دي ايه الجملة A B intersect علامة ال intersection اهي intersect C D في ال M ما بين two brackets كده اوكي ده معناه ان كل two angles opposite قصاد بعض يعني هيبقى equal يعني ال angle لناحية اليمين هتبقى القصادها لناحية الشمال هيبقى لاتنين قد بعضا وال angle اللي فوق قد ال angle اللي تحت مفهوم ده الدرس بيقول لي كده باختصار يعني اوكي يبقى ايه اللي هيحصل ايه هما الساطرين اللي انا هستخدمهم في الدرس ده في البروف لما هيجي لي الدرس ده في البروف هكتب فيه ايه؟ هقول له since ان ال A B intersect C D في ال M ده ال definition بما ان في عندي two lines تقبله في point اوكي then measure of angle equal measure of angle علشان هما V O A هنشوف مع بعض ازاي اولا قبل ما هفهم المسألة فين انا مش هقرى حتى المسألة لحد ما قابل كلمة find يبقى A B intersect C D equals O وال OH by sector مش عارف ايه لحد ما هوصل ل find نقلناه في مشكلة يبقى given نقطتين ونقلت اللي باللون الاحمر طب فين من اول كلمة find اللي باللون الازرق دلوقت يبقى قوله required to be proof وهنقل نبدأ نفهم بقى المسألة نكتب بقى proof هو مديني ايه؟ نبتزي نقرى بقى ايه اللي نفيه two lines intersect ترمع ايه اللي two lines intersect معنى كده ان فيها هيبقى عندي ايه vertically opposite angles اوكي O H by sector angle O H الري دوة تقسم للانجل اللي هي باللون الاحمر شايفينها؟ الكبيرة دي الانجل الكبيرة دي اللي هي A O D اتقسمت لنصين ال O H أسمها نص منهم انا عارفة 55 اللي عليه علامة طب يبقى اللي جنبها اكيد بي 55 يبقى موك كده اكتب عليه 55 يبقى مجموعة الصغيرين دول بكام اللي هي الانجل الكبيرة 55 و 55 يعني 100 دي اول حاجة اللي فتت نظري في المسألة صح ولا لأ مديني two angles two stars يعني معنى كده للاتنين دول قد بع صح؟ واحدة 55 يبقى اللي جنبها 55 يبقى مجموعهم لاتنين على بع 100 اللي هي الانجل الكبيرة اللي باللون الاحمر اقدر اكتب الكلام ده؟ ده انا حتى لو مش عارفة المسألة بتتكلم على ايه؟ في حاجة عرفتها هنقلها هكتبها هاخد عليها درجة حتى لو هي دي مش هو اللي عايزه هنقله هقوله ايه؟ بما انك قايلني ان ال-oh-bisect انا عرفت منين ان ال-d 55 عشان هو قايلني ان ال-oh-bisect الانجل اسمها النصين يبقى بما انك since oh-bisect ال-angle a-o-d then measure of the angle a-oh equal measure of the angle d-oh 55 يبقى الاتنين قد بعد 55 اوكي؟ تبقى ال-angle الكبيرة بقى اللي هي عبارة عن مجموعة لتو-angles دول اللي هي ال-angle a-o-d هتبقى ب-55 plus 55 يعني equals one hundred ten الحد كده اوكي؟ انا جبت ال-angle اللي باللول الاحمر اللي تحت كبيرة دي ب-one hundred ten طيب هو عايز ايه؟ هو عايز اللقصادها اللقصادها اللي هي c-o-b شفتوا كلمة اللقصادها دي opposite لها ده الدرس بتاع vertically opposite angles اوكي؟ اللقصادها اكيد زيها مش هما متقابلين يبقى ادبع يبقى اقوله ان اللقصادها زيها ب-one hundred ten طيب اقوله كلام ده ازاي؟ طيب انا هما سطرين بتكتبوا ازاي ال-given اللي هوم ديهولي في الثيرام او في ال-definition ان بما اني في عندي two lines يتقابلوا مع بعض في point بيكتبها لي ازاي؟ هكتبها لي في ال-given اهي a-b intersect ودي علامة ال-intersect ال-cd في ال-point o يبقوله ان ال-a-b intersect cd في ال-o then اللي انت عايزها مني هيبقى ايكو ال-angl a-o-d لي ببقى بين كوصين بس v-o-a حتى ما بكتبش الكلمة كاملة يعني بكتب اختصار لي بقولش مفهومة؟ يبقى انا من كل درس انا بس بنقل ايه؟ بنقل الجزء اللي انا عايزاه السطرين اللي انا عايزاه سطر اللي هو ال-definition او الثيروم اللي هو بيقولهولي والسطر التاني الاسبات اللي انا بكتبه اوكي؟ ياخد درس ال-paralism بناخد قديم على جديد لان ما فيش عندنا في الجيومتري قديمه جديد ممكن يجيلي حتى في تلت عدادي ممكن يجيلي في سنوي حاجات ما نقول عدادي فانا لازم المنهج ابقى عارفة ان هو تراكمي فلازم ابقى فاهمة كل الدروس قديمه جديد طيب ال-paralism بيقولي ان لو عندي two lines parallel لبعض زي ال-ab وال-cd هينتج عندي تلت انواع من ال-angles النوع الاولاني اسمه corresponding angles يعني ايه زوايا المتماثلة اللي شبه بعض يعني ايه شبه بعض يعني زي بعض بالضبط في نفس الاتجاه زي angle one وangle two الاتنين فوق two lines ما ال-line a-b وال-line c-d الاتنين one فوق ال-ab وال-two فوق ال-cd والاتنين نحي تليبين يعني الاتنين زي بعض بالضبط صح هو بيقولي بما انه عندي paralelism يبقى two angles corresponding دول هيبقوا equal اوكي ده الدرس بتاع corresponding angles بيتجاب ازاي في الامتحان او اكتب ايه في الامتحان السطرين دول بما ان two lines parallel وبسمي two lines الهم دي هم لي then measure of angle وبسمي angle equal measure of angle التانية ما بين كوسين بس بفهمه ليه عشان هما corresponding مش alternate يعني اوكي عشان هما نوعهم corresponding ده اللي انا بكتبه بس في الامتحان اوكي تاني نوع من الانجلز اللي بيزهر عندي alternate angles يعني ايه alternate عكس عكاس كده عكس بعض واحدة يمين واحدة شمال ودايما بتبقى في الامتحان كده حرف زد او زد المعكوسة اللي هي كانها كانها اس مسلا كده ماشي اللي هو الانجل سري والانجل فور واحدة يمين واحدة شمال الاتنين between two lines بس واحدة يمين واحدة شمال برضو بكتب الكلام ده ازاي في البروف في المسائل البروف ادي السطرين بتوعنا بما ان two lines parallel then measure of angle three equal measure of angle four بفهموا بس ليه علشان نوعهم ايه alternate angles يبقى ده اللي انا بكتبه في البروف هما السطرين اللي انا بكتبهم في البروف ما بطولش وبعدش اكتب كتير عشان ما اغلطش اوكي بما ان في عندي parallelism يبقى عندي two angles قد بعض علشان نوعهم alternate alternate طب تالت نوع interior angles من اسموهم interior يعني inside between two lines بالشكل ده ما بين two lines بس في نفس الاتجاه مش عكس بعض زي alternate زي الانجل five بس الاتنين في نفس الاتجاه يمين اوكي بيقول لي ايه عن مجموعهم 180 يبقى لما يديني واحدة يبقى اقول التانية اجيبها ازاي 100 80 minus الايه الاولى بيتكتبوا ازاي في الامتحان هقول له برضو بما ان two lines براليل وبسميه A B براليل C D X Y براليل Z Z C اي حاجة اوكي then measure of angle five plus measure of angle six equals 180 ليه علشان هما interior angles in one side في نفس الاتجاه ناخد بقى مسألة بتجمع الكلام ده كله ونشوفها تتحل ازاي المسألة اللي قدامي بص عليها وقول لي شكلها فيها ايه انا شايفة حاجتين حاجتين مهمين جدا شايفة triangle اول حاجة تاني حاجة شايفة two lines parallel اللي بع علامة يبقى دي الحاجتين المهمين اللي انا شوفتهم في المسألة قبل ما حل طيب علشان ما ضيعش وقتوكو بس احنا هنكتب خلاص اهو فين اللي باللون الاحمر فين اللي باللون الازر مفهوم من اول كلمة prove prove that اي سي بربندغلور بي اي عشان خلاص احنا فهمنا لازم هنكتب اللي لازم نكتب اللي باللون الاحمر لحد ما قبلتني كلمة prove بعدها الاي required نبدأ بانحل طفعا انا عندي اي حاجتين مهمين انا شوفتهم في المسألة اول حاجة انا شايفة triangle تاني حاجة شايفة two parallel lines يبقى انا هستغل الدرسين دول الدرس بتاع ان sum of measures of interior angles of triangle اللي احنا لسه واخدينه 180 والدرس بتاع الparalysm اكيد هتقابلني alternate angle interior angles corresponding angles بصوا كده ونشوف اعلقة angle e بالangle b اللي عليها star مش حرف الزد اللي انا قلتلكو عليه اللي هو زد المعكوس دود يبقوه alternate angles صح? طيب نكتب الكلام ده ازاي طرمان هم alternate هيبقوا طبعا ايقوى يبقى دي 40 ودي 40 اكتب الكلام ده ازاي انتفقنا ان فيه عندي سطرين بتكتبوا في كل درس بفهموا ان انا فاهمة الدرس ده مش ده درس الparalysm يبقى بما ان عندي parallel او two parallel lines then measure of angle هيبقى ايقوى measure of angle علشان هم alternate صعبة? بنقى الكلام ده منين? من الجفن بما ان ED parallel to CB منين من الجفن ما بتعبش نفسي وبكتب انا حاجات تانية مختلفة ممكن تطلع معايا غلط ممكن اقول DE بدل ED ان هو Ray فبنقى اله زي ما هو من الجفن بما ان Ray ED parallel cb line sigma then measure of angle b اللي عليها سطار دلوقتي هيبقى equal measure of angle E equals 40 ليه علشان هما alternate بفاهموا ان هما alternate مش عشان هما corresponding مش عشان هما interior مش عشان هو اي حاجة تانية مفهومة? بس ما بينك وصين بفاهموا هما ليه قد بعض علشان هما alternate angles لحد كده اوكي? جبت البي بفورتي نبص بقى على التريانجل اللي تحت كده بقى عندي فيه معروفين واحدة بفورتي واحدة بففتي تبقى التانية بكام? مجموعة الفورتي والففتي صح? جبت الكلام ده منين? عرفت الكلام ده منين? ليه? ليش معنا؟ علشان ده تريانجل صح? طب اتفقنا ان الدرس التريانجل ايه السطرين اللي انا بكتبهم فيه? بقوله بما ان بما ان ده نص التيرم يبقى ركزوا بقى معايا بي اي سي ليه ما قلتش انجل ايه? انا قيلة الانجل بي وانجل ايه? ايش معنا هنا قلت الانجل بي اي سي قلت الاسم سلاسي ما قلتش ايه بس? علشان ايه الفيرتكس ايه? مشترك فيها كزا حاجة فيها كزا انجل فانجل ايه مش هتتعرف بالزبط زي ما اكون مسلا ايه انا في الكلاس عندك بقول يا محمد عشرة هيقفوا الفصل هي بنصه انا قصدي محمد مين? محمد صلاح? محمد روضان لازم اقول محمد مين? لازم احدد بالاسم السلاسي اوكي? طيب لو انا قلت مسلا ان هي جمعة واحد اسمه جمعة في الفصل لازم اقول جمعة ايه? ما ما فيش غيره الاسمه جمعة هيقف صح? يبقى طالما ان الاسم ما فيش حاجة ما فيش حد مشترك في الاسم ده غيره فخلص هقوله اسمه هو بس انما لو فيه اكتر من واحد لازم اقول الاسم السلاسي هنا في المسألة ما يفعش اقول لازم احددها بي اي سي لان فيه انجل تانية اسمها اي اي سي مسلا اوكي? يبقى اقول له بي اي سي هيبقى ايكول بتاع الفورتي والففتي يطلع بناينتي ديجري اوكي? طالما اطلع بناينتي هو كان طالب مني ايه? بيقول لي اثبت ان الاسي بيربينتيجلر البي اي عمودي على البي اي طالما اي طالما دي ناينتي يبقى خلاص ده عمودي على البي اي يبقى على طول دايريكتلي هقول له ايه? then اي سي هيبقى بيربينتيجلر البي اي سهل البروف انا طبعا مديتش دروس كاملة مش رحتش مسائل كاملة على كل حاجة بس حاولت افهمكم ان كل درس فيه سطرين كده مهمين هو دي طريقة الحل بتاعت الدرس ده فكل درس لازم تطلع فيه سطرين دول اللي هو ايما الناص بتاع بكتبه يا ايما مسلا نفسه بكتبه علشان اقول له لازم افهمه ان انا فهم ان هم قد بعض عشان قد بعض عشان انتيرير لا مش هيبقى دي بعض عشان مجموعهم عشان انتيرير انجلز اوكي فلازم نكتب الكلام ده بس هو جاست كده بس مكتوبه ما بين كسين مش حاجة صعبة يعني وبالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة